اشتركوا في القناة تسعمائة وأربعين ألفا ومائة وست وعشرين عملية خلال الفترة نفسها وأوضح التقرير أن القطاع الذي تصدر عدد عمليات البيع كان قطاع محلات السوبرماركت بواقع مليون ومائة واربعة وعشرين ألفا وسبعين عمليات بيع أعرب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد شاكر إبراهيم الشتر عن عميق شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة على جهودهم في تطوير سوق رأس المال وكرمت الغرفة عددا من المسؤولين والموظفين في البورصة والبحرين للمقاصة على عملهم الدؤوب والمتواصل أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى ألف ومائتين وأربعين نقطة بارتفاع بنسبة سبعة وستين من مائة في المئة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليون ومائتين وواحد وخمسين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مائتين وسبعة آلاف دينار تم تنفيذها من خلال أربع وثلاثين صفقة أصدرت إنفست كورب المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة والتي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها ورقة بحثية بعنوان الاستثمار في حصص أقلية في شركات الملكية الخاصة المتوسطة الحجم وتلخص الورقة الآفقة بخصوص الاستحواذ على حصة أقلية في إطار الشراكات العامة متوقع استمرار الارتفاع في مبيعات الأسهم لأن هذه الاستراتيجية لا تزال في بداية دورتها أعلن مصرف السلام البحرين تحقيق صندوقه العالمي للاستثمار في العهد العقارية عائدا قياسيا بنسبة 25.18% للسنة المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2019 حيث تفوق الصندوق على العديد من صناديق الاستثمار في العهد العقارية من حيث الأداء ترجمة نانسي قنقر